أشار رئيس سيسي إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة قد تصل إلى تريليون جنيهم وضحا أن الدولة تقوم بتطوير الريف في قطاع الكهرباء والمياه والطرق ومشروعات أخرى وأضاف رئيس سيسي أن زراعة الأراضي في الدلتة القديمة تمت على مدار سنين طويلة جدا مؤكدا أن الدولة الآن تنتهي من مشروع ضخم في مدة قدرها من 4 إلى 5 سنوات هو أنا النهاردة في الريف مش بذبط الكهرباء وبذبط المياه وبذبط الطرق وبذبط العناصر أخرى في مشروع حياة كريمة دكتور مصطفى وبنتكلم بنقول إن المشروع ده دخله في 8900 ومع الأسعار اللي حصلت دي يمكن رقم يعني يمتدي منه شوية لتريليون جنيه ولا حاجة ولا كلام ده مش طيب إذا كنت أنت بتنفق على العشرة مليون فهدان أنا هم أقل من عشرة مليون فهدان كمان بتنفق على عشان تزبط جودة حياة الناس واللي ما عملتوش خلال الأعمار السنين الطويلة اللي فاتت دخلك في ألف مليون جنيه ألف مليار جنيه يااسف في 3-4 سنين إحنا بنتكلم فيه يبقى أنت حتستقطر إن أنا لما أجي أزرع وأعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الأرض لشبكات الري للترع الكلام ده كان معمول على مدى خد اتعامل في مصر اتعامل في 400-500 سنة عشان تزرع الأراضي دية في الدلتا الأديمة اتعامل الكلام ده في 400-500 سنة أنت جايز قايز تعمله في 4-5 سنين ترجمة نانسي قنقر